سيد فهمي كما سمعت سيد نبيل هناك ربما عمل تقوم به وزارة حقوق الإنسان ربما هناك من يقول أن عمل الوزارة لا يرقى بمستوى جرائم هذه الميليشيا أداء ضعيف ربما ولا لديهم القدرة على التواصل مع المنظمات الدولية أو حتى الضغط لتشكيل لجان للتحقيق بهذه الجرائم التي تقوم بها الميليشيا سواء كان في مأرب أو حتى في غيرها من المناطق الجهود لا شك بأنها تقوم بالوزارة تقوم بجهود وهناك إدارة عامة داخل الوزارة الإدارة العامة لمنظمات الحقوقية الدولية وهناك تواصل مستمر مع هذه المنظمات الكريمة تكمن في المنظمات الدولية الحقوقية التي يتعاملون مع جماعة الحوثي بعاطفية يعني زايدة على اللزوم يعني نستغرب هذا الصمت وهذا الخذلان وهذا التاجاهل من قبل هذه المنظمات الدولية أمام هذه الجرائم يعني أكثر من ثلاثمائة وثمانين صاروخ خلال هذا العام ومقذوفات صاروخية وطائرات فخة على المدنيين وأمام هذا كل نجد تجاهل وتراخي دولي أمام هذه الجرائم حقيقة أختي الكريمة ونحن ندعو نكرر دعوتنا للناشطين في حق الإنسان والإعلاميين اليوم انطلقت الساعة الثامنة مساء من هذا اليوم انطلقت حملة طبعا في الداخل والخارج حملة ستكون كبيرة جدا أمام يعني الجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي وكشفها للرأي العام الخارجي ولمجتمع الدولي يعني هذه الحملة نتمنى من الجميع من جميع الناشطين من جميع الإعلاميين من جميع الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أن يتفاعلوا مع هذه الحملة وبإذن الله سيكون لها صداء وأصداء كبيرة جدا من أجل الضغط على هذه الميليشيات الكف عن قتل المدنيين وقتل الأطفال وقتل النساء واستهداف الأعيان المدنية وتوقفهم عن جرائمهم التي يعني طوال العام لا يتوقفون عنها توقفهم عن جرائم المدنية توقفهم عن جرائم المدنية